بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الرابع من المحور السابع والذي بعنوان Transition Fit فاستكمالا لما رأيناه في الفيديوهات السابقة من Clearance Fit والInterference Fit نستكمل أنواع الفيت الآن بالTransition Fit لو لاحظنا هنا على IT Zones مجالات التسامح أو مناطق مجالات التسامح بالنسبة للشافت وبالنسبة للهول نلاحظ نلاحظ أنه هنا IT Zones تبع الشافت إما أن تكون جزء منها داخل مع الهول IT Zones طبع الهول أو أنها تكون بالكلية موجودة داخل التوليرانس زون طبع الهول أو أنها تكون يعني هنا بس فيها المينيموم Limit أو هنا فيها ماكسيموم Limit وجزء منها موجود على داخل عفواً داخل الهول IT Zones لو حددنا مثلا بأنه بالنسبة للIT Zones أن هذه التوليرانس زون بالنسبة للهول هذه IT Zones بالنسبة للهول أوكي خلي نحددها كده بالأزرق تمام هذه المنطقة هذا المستطيل كله الIT Zones تبع الهول هذا عفواً نسبة لللون هذا بيكون معنا المينيموم دياميتر تبع الهول وهذا الماكسيموم دياميتر تبع الهول أما بالنسبة للشافت فإما أنه الماكسيموم فاي ماكسيموم تكون خارج الIT Zones تبع الهول يعني الماكسيموم هذه تكون أكبر من الماكسيموم تبع الهول لكن فيها جزء مهم هنا فيها جزء داخل الIT Zones تبع فيها جزء كامل داخل الIT Zones تبع الهول بالنسبة لهنا أن تكون أيضا كلها الماكسيموم والمينيموم دياميتر على الشافت موجودة داخل الIT Zones تبع الهول أو أنه المينيموم الفاي مينيموم تبع الشافت موجودة برة لكن هناك جزء من الIT Zones تبع الشافت موجودة داخل موجودة داخل الIT Zones تبع الهول ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أنه هذا يعني أنه لو صنعنا الشافت بهذه الحالة الأولى طبعا الثلاث حالات تسمى Transition Feet الحالة الأولى لو صنعنا الشافت وإجاء القطر على هذه النقطة مثلا وعلى هذا الخط يعني بر الهول زون أوجواتها من هنا إلى هنا فهي Transition Feet بالنسبة للحالة الثانية أي مكان يأتي فيه القطر تبع الشافت وهو داخل الهول فهو Transition Feet وهنا في أي مكان أيضا يكون Transition Feet فهنا Transition Feet في احتمال أنه أحيانا تكون Clearance Feet وفي احيانا احتمال أنها تكون Transition Feet في احيانا عفوة تكون إنها Clearance Feet وأحيانا تكون Interference Feet كيف ذلك؟ خلينا نشوف لو صنعنا هنا لو صنعنا العمود شافت هنا تمام هذا الفاي قطر العمود وصنعنا الهول هنا في هذه النقطة فهذا D قطر الهول فهنا قطر الشافت أكبر من قطر الهول فهذا تكون Interference Feet بما أنه قطر الشافت أكبر من قطر الهول لو صنعنا هنا مثلا الشافت هذا الفاي قطر الشافت وصنعنا العمود وصنعنا الهول هنا هذا D القطر تبع الهول في هذه الحالة قطر الهول أكبر من قطر الشافت وبالتالي هي Clearance Feet هذا فرغ بيكون Clearance Feet طبعا هذه الحالة ممكن تحصل معنا هنا وممكن تحصل معنا معنا هنا طبعا الثلاث رسمات اللي معنا تبين تبين ماذا تبين هذه الثلاث حالات هنا خلينا نشوف لو ثاني طيب هذه الزون IT zone تبع الشافت وهذه IT zone تبع الهول وهنا معنا الحالة الأولى بالنسبة للحالة الثانية هذا IT تبع الشافت كله موجود داخل minimum ومكسموم داخل IT zone تبع الهول وهذه هي الحالة الثانية وهنا معنا IT zone تبع الشافت جزء منها minimum موجود داخل IT zone تبع الهول والمكسموم موجود برا وهنا تكون الحالة رقم ثلاثة اشتركوا في القناة